السلام عليكم شباب بربسرين إن شاء الله نرد أن نحلم عباد exam number 4 القليبية governor 8 فرع الجبرا إن شاء الله شباب سوف نتعلم لينك بليلسة سواء الجبرا وجيوميتري في الكومنتات والدسكريبشن ندخل على اللينك عمله سيف عندك شون تسمع كل المتحانات الفتدك واتبع معنا على المتحانات القادمة إن شاء الله تعالوا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بسرعة والسلام وعلى رسولانية الكريم في number 1 بيولي تشوز the correct answer number 1 the point of intersection of two straight lines x plus 3 equals zero and y equals 5 is with 3 تروح هناك بالnegative يبقى x equals negative 3 يبقى negative 3 under 5 اللي هي letter b number 2 the additive inverse of the algebraic fraction 2 over x minus 1 is not where x not equal to 1 additive inverse يبقى negative 2 over x minus 1 طبى مصدر وفي negative 2 بس over x plus 1 لا ما تنفعنيش طب فيه دي يا مستر بالعكس برده لا بالإضافة ان هي مش negative طب في 2 over 1 minus x ركز معي بقى ال x minus 1 هي هي 1 minus x بس بالnegative يعني يا مستر اصدق ان انا هقدر replace 1 minus x بx minus 1 بس بالnegative وتبقى الnegative ظهرت ايوه هي دي دي ابسط طريقة اتعلمها بيه ولو عايز تفهمها تعالى هي 5 minus 2 equals 3 طب 2 minus 5 equals 3 برده بس بالnegative فده هو هو ده بس بالA بالnegative اتمنى تكون وصلت كله number 3 بولي if A and B are two events from the sample space of a random experiment where A subset of B زين probability of A minus B ال A جزء من ال B هو بقى بيقولك probability A minus B يعني ايه اللي موجود في ال A مش موجود في ال B كل اللي موجود في ال A موجود في ال B يعني اصدك مفيش حاجة مفيش حاجة دي يعني ايه اقعدوا الفايل انه طالب probability والprobability بيبقى number يبقى 0 number 4 بيقول لي if 3 power x minus 2 equals 1 زين x equals بص حولك حاجة ال 1 دي اعملها 3 power 0 ليه مسترمع 3 power 0 ب 1 ال basic ده equal يبقى ال bars لازم تكون equal يبقى x minus 2 equals 0 يبقى ال negative 2 وترحينك بال positive تبقى x equals 2 number 5 بيقول لي if n of x equals 3x over x minus 2 ثم the domain of n inverse ال domain بتاع ال inverse بكل بساطة هو عبارة عن الر minus النومراتور والدينوميناتور الزيروز بتاع النومراتور والدينوميناتور تبديه x بس تبقى 0 d negative 2 هتلال additive inverse تبقى 2 يبقى c number 6 بيقول لي if a over 2 equals b over 3 ثم 3 a minus 2b plus 6 هنعمل cross d تبقى 3a و d 2b يبقى 3 a equal to b لما هما equal يبقى المينس بتاعهم يبقى 0 يبقى ما تبقى ليش غل 6 فكرتها جميلة بساطة نتقل لنمبر 2 نتقل لنمبر 2 نتقل لنمبر 2 نتقل لنمبر 2 يبقى نتقل لنمبر 2 نتقل لنمبر 2 to the nearest to the one decimal number يعني تشوف 9 increases 7 تخليها 8 يبقى x معنا 0.8 نتقل لنمبر 2 نتقل لنمبر 2 نتقل لنمبر 2 ثم 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 هذا الحل الثاني 2 سنجد N X و تظهر N X 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 سنأخذ X High Common Factor عندما نأخذ من هنا X High Common Factor سيتبقلنا هنا X واحدة وهنا يتبقلنا 2 بعدين فاكتوريز ديفرنس بتوين 2 كيوبز نأخذ الكيوب روت لده X ثم نأخذ الكيوب روت لده 3 بعدين نقول First Square Second Square Inverse Sine First Times Second divided by X plus 2 over نعمل كده two brackets X bar 2 برا عن X و X عايز 2 number product بتاعهم 9 ويكون ليهم plus بتاعهم 3 مش هتلاقي طب ميستر عملتها ليه عملتها عشان طلبك كتير وانا بشرح ميستر طب مانتعملتش فاكتوريز هنا ليه عشان مش هينفع تعمله فاكتوريز انا عارف من كتر حل انه ده مش هينفع تعمله فاكتوريز من اول لحظة بس انا كملت معك الطريق تعال بقى هتقف هنا وهتدومين بقى هتقف هناك بقى هتقف هناك بقى هتقف هناك يعني ده ببوزيتف تو تخليها نيجاتف تو مهمة دي عشان طلبك كتير بتغلط فيها وبتنساها بعد كده ركز بقى معي هتقف هناك معا ده وننسل ده معا ده يبال N of x equals x over x minus 3 نمبر 3 اللي تاريين بيولي كيف N of x equals x over x power 2 minus 2x and N of x equals x plus 1 over x power 2 minus x minus 2 ثم N 1 of x equals N 2 of x Let's show the reason يجب ان نمبرهم ونجيب الوان for each فانكشم فيهم وبعدين نشوف لو الوان a takes place equal يبقى هم N1 of x equal N2 of x لو مش equal يبقى ما نقدرش نقول انهما equal طب ليه اول زي تعالوا نشوف ده هذي ال n1 of x دي x زي ما هي ودي حناخد ال x هاي common factor لما ناخد x bar 2 ناخد منها x يتبقى x ولما ناخد من هنا x يتبقى 2 هاته domain قبل ما تعمل اي حاجة the domain of x n1 equals or minus هنا zero لما تلاقي x zero هنا negative 2 هاته additive inverse تبقى 2 additive inverse طيب تعالوا نعمل simplify نتبقى n1 x cancel ده مع cancel ده تبقى 1 over x minus 2 خلصنا من دي عشان بقس ما نتلغبط شكده t number 1 تعالوا number 2 n2 of x equals x plus 1 وتحت نعمل factorize two brackets x و x two number product بتاحهم two difference بتاحهم one تبقى 2 one d negative يبقى greater as the middle يبقى d negative و دي بوسط هنجب الدومين طبعا there's a domain of n2 of x اللي هو r minus هنا هاته additive inverse تبقى negative 1 وهنا تبقى 2 هاته بقى simplify n2 of x cancel ده مع ده و تبقى 1 over x minus 2 و دي كده نسميها number 2 هتلاقي بقى from 1 and 2 n to simplify equal لكن الدومين not equal ترى ما الدومين not equal بان مقدرش نقول انه ما equal n1 of x not equal n2 of x because domain of n1 not equal to domain of n2 zoom out letter b we only find in our product or the solution set of the two equations 3x plus y equal 7 x minus y equal 1 هنقول ان الـ equation دي نسميها number 1 والـ equation دي هنسميها number 2 بعدين هنحاول نحل بترية الـ omitting method ان احنا ن cancel حاجة مع حاجة و دي بكل سهولة موجودة لان ده positive y و ده negative y فهقول له بكل سهولة كده adding 1 and 2 3x plus x تبقى 4x positive y و negative y يتcancerوا مع بعض 7 plus 1 تبقى 8 يبقى 8 divided by 4 واللي هي 2 بعد كده هنعمل substituting 2x plus x 2 minus y equal 1 يبقى هنروح نعمل كده الـ 2 تذهب هناك بالنغative يبقى negative y equal 1 minus 2 يبقى negative y و 1 minus 2 يبقى negative 1 cancel دمعة يبقى y ب 1 يبقى السلوشن سيت بتاعي الـ x ب 2 و y ب 1 بس كم مثال سهل و لزيز نمبر 4 لترابي نجد x in the simplest form و تظهر الـ x equal x power 2 plus x over x power 2 minus 1 plus 5 minus x over x power 2 minus 6 x plus 5 هنعمل السمبلفاي بتاعنا عن تريد فكتوريز ادي الـ x equals الـ x power 2 plus x هنأخذ الـ x هي common factor لما نأخذ من هنا x يبقى x ولما نأخذ من هنا x يبقى 1 واقعه تكتب 0 الـ x power 2 minus 1 هنعمل 2 براكتز x و x والـ 1 و 1 و 1 وهذه negative و positive لأنه الـ twins الـ twins الـ conjugate number بعد ذلك 5 minus x over x power 2 minus 6 x plus 5 هنأخذ الـ trinomial quadratic x و x 2 number الـ product بتاعهم 5 و الـ plus بتاعهم 6 لا يوجد 5 by 1 هنأخذ الـ positive هنأخذ الـ middle negative and negative هنأخذ الـ domain the domain of n equals or minus zeros of denominators هنأخذ الـ additive and inverse هنأخذ الـ additive and inverse هنأخذ الـ positive 1 negative 1 negative 1 negative 1 negative 1 كتبينها negative 5 negative 5 positive 5 بعد ذلك هنأخذ الـ simplify واندخل الـ k نعطي الـ ثم ندخل الـ خط خفيف كده عشان ياما ندريش الحال ايوه ثم ندخل الـ ودي 5 minus x قلتلك قبل كده في امتحان قبل كده ان احنا ممكن نخليها x minus 5 ونخلي دي negative ايوه بالظبط تعال نكمل دي تبقى x over x minus 1 وبوزيتف بي نيجاتيب نيجاتيب ودي تبقى x minus 5 هنكنسلها مع اللي تحت يبقى تكنسلت كمان هنا سبقنا بخط واحد يبقى تبقى فوق 1 over x minus 1 يبقى الديناميناتور x minus 1 وفوق x minus 1 ده ال end of x x minus 1 over x minus 1 تبقى 1 يبقى ده السمبليفاي بتاع طولتنا عليكم شوية بس عشان بعمل بالتفصيل عشان تفهمها كويس letter b جميلة فكرتها letter b بيقول لي f the set of zeros of the function f which f of x equals x power 2 minus ax plus 16 over x plus b is 4 يعني الزيرو بتاعي 4 letter b بيقول لك f the set of zeros of the function f where f of x equal x power 2 minus ax plus 16 over x plus b is 4 يعني الزيرو بتاعي 0 لما بنسبستيتيوت ب4 طيب خلينا كده نقول له كده أنه at x equal 4 function x equal 0 طيب يعني بطيب بطيب plus 16 and 역시 negative a four يودي هي هناك تبقى negative 4 a ثاني و z 60 plus 16 تبقى 32 equals 4 a equal 32 over 4 اللي هي 8 ادي الايه بيقولك بقى اكمل كده معايا and its domain is r minus 2 الدومين بقى r minus 2 لو انت فاهم الدومين ده اصله ايه هو عبارة عن real number minus zeros of denominator يعني ايه يعني x plus b equals zero at x equal to يعني انا قدر replace the x اكسبتو ايه يبقى 2 plus b equals zero التوت راحنك بالنغاتف يبقى b equal zero minus 2 واللي هي negative 2 نروح ل number 5 we only find in our product are the solution set of the two equations x minus y equal 4 and x power 2 plus y power 2 equals 10 طيب عشان نحل الاكوشان دي لا تتحلش غير بالsubstituting فاحنا كده هنقول ديت x minus y equal 4 يبقى معايا على طول x equal 4 plus y وأسمي this number 1 بعدين احنا عندنا x power 2 plus y power 2 equals 10 سمي دي number 2 اقول له بقى substituting from 1 from 1 in 2 يبقى اقدر اربلاس the x before plus y يعني 4 plus y power 2 plus y power 2 equals 10 الفرست سكوير تبقى 60 السكن سكوير تبقى y power 2 sine of the middle 2 times 4 8 تبقى 8y plus y power 2 equals 10 y power 2 plus y power 2 تبقى 2y power 2 plus 8y plus 16 وال10 ديت تدخل غير بالnegative تبقى minus 10 equals 0 2y power 2 plus 8y 16 minus 10 equals 6 كل داب 0 هنعمل divided by 2 تبقى dy power 2 ودي 4y ممكن تقوله كده هنا كده divide by 2 تبقى 8 divided by 2 4 plus 3 equals 0 اعمل factorize y power 2 y and y two numbers product بتاعهم 3 والplus بتاعهم 4 تبقى 3 times 1 دي positive يبقى الاثنين as the middle positive و positive كل دا equals 0 يبقى احنا معنا two solutions كده y plus 1 equal 0 y plus 3 equal 0 يبقى y equal negative 1 وهنا y equal negative 3 ارجع بقى اقول له substituting in 1 ازاعة substitute in 1 احنا معنا negative 1 و negative 3 ارجع كده كده ايوان at y equal negative 1 يبقى x equal 4 plus negative 1 واللي هي 3 لانه positive by negative negative at y equal negative 3 يبقى x 4 plus negative 3 positive by negative negative 4 minus 3 تبقى 1 يبقى انت كده معاك solution z اخيرا 3 و negative 1 خلي بالك x الاول وبعدين y 1 و negative 3 zoom out letter b يقول لي if probability of a dash اللي هي a complement equal probability of a طبعا a dash هي complement للا a يعني انا عندي كده هقف لحظات انا مش هكمل اقرأي واقول probability of a equal probability of a dash يبقى على طول اقدر اقول ان probability a plus probability a dash equal one هما الاثنين اصلا equal يبقى probability of a equal probability of a dash equal half دي half ودي half لانهما الاثنين equal اقرأي اقرأي probability of b third probability of a intersectional b one over five find probability of a union b probability of a union b اللي هي a probability of b minus probability of intersection a will be third minus intersection one over five نجيب الكالكولاتور نعمل one over two plus one over three minus one over five تبقى nineteen over thirty number two قولي probability of b minus a طبعا probability b minus a ده rule probability of b minus probability probability of intersection البيب كام البيب third minus intersection الانترسكشن طلعنا كام 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 لا طلعنا شو مدوني ب given one over five بارتو الكالكولاتور الجميلة بتاعتنا هذه one over three minus one over five تطلع two over fifty zoom out لكي ننقوم بمعنا للسكرين كده يا شباب يكون انتهى الأجزام نرتقي في الأجزام القادم إن شاء الله أتمنى تكونوا استفادتم من الفيديو للاستفادة الأكبر والأكبر طلبة جميع المراحل عرض السنة دي مش هيتكرر عرض الانلاين طلاب البرايماري زي ما هو موضح كده سعر السيشن 30 جنيه للطالب سعر رمزي السيشن تبقى طالبين مدتها ساعة وساعة كافية جدا ووافية وده عن تجربة لأنه منهجهم ثالث وبسيط رغم من نوع كبير ككم لكن سهل وبسيط وإن شاء الله نخلصه في وقته وكده كده معنا مرونة إن احنا نزود السيشن زيادة أو كده ونزبط الدنيا بالنسبة لطالب بريب 1 بريب 2 بريب 3 زي ما هو موضح برضو بريب 1 تبقى من ميزة فيها إنها لطالب واحد فقط وده عرضة برضو استثناء السنة دي لأن الموضوع ده حيتغير هيبقى جروبس لن السنة الجاية هيبقوا 2 و 3 في الموضوع السنة دي استثنائي 40 جنيه لطالب بريب 1 50 جنيه لطالب بريب 2 و60 جنيه لطالب بريب 3 برضو وقت الحصة ساعة رغم إنها طالب لوحده إنها وقت الحصة ساعة وزي ما هو موضح أهم حاجة إنك تكون محمل أبليكيشن جوجل ميت هو متاح معنا زون برضو بس أبليكيشن جوجل ميت أفضل كتير من زون فهو أبليكيشن سهل وثالث وبسيط بتحمله من على البلايستور بتكتب جوجل ميت بينزل معك بكل سهولة وطبعا الدفع بيبقى عن طريفه دفعون كاش وبأكد إنه تأكيد السيشن بيبقى بدفعها مسبقا لأنه إحنا مش بنبدأ نشتغل أو مش بنبدأ السيشن غير لما تكون مؤكدة مسبقا السيشن دي عشان تفهم إحنا بنعمل فيها بنعمل فيها كالتالي السيشن دي بتبقى ملك للطالب يعني الطالب بيقرر فيها بيحل فيها إجزامز طبعا مستر متى بتحلنا الإجزامز افترضنا لنفي طالب ما فهمش من الفيديو فممكن يفهم من الأونلاين أكتر طالب حابب نحل قبل ما اللي استنى الفيديو ينزل على اليوتيوب فيحل قبلها طالب حابب يراجع ويبدأ المنهج من الأول في وقت يا مستر إن شاء الله في وقت رغم إن إحنا في خلاص فاضل وقته ليل على المتحنات إلا إنه نقدر نشرح المنهج كاملا بأمر الله لأنه إحنا بنكسف سيشنز وممكن ناخد سيشن واثنين في اليوم وحصلت مع طلبة كتير طيب حابب نحل اكسرسيز بتاعت لسن معين نشرح أجزاء معين من المنهج مجمع شوية أسئلة وقفة معك وحابب تفهمها اتواصل على رقم الواتساب اللي ظهر قدامك طول الفيديو ده اتواصل عليه ونزبط مع بعض المعاد ونشوف إيه اللي انت حابب نعمله في السيشن دي ونركز عليه ونشتغل عليه بنشتغل على نقطة ضعف بتاعتك في الماز بشكل عام وبشكل أخص الحاجات اللي انت بتحددها فالسيشن دي هتفرق معك جدا وبالأخص ان هي السنة دي سعر استثنائي مش هيتكرر فما تفوتش الفرصة والحق تواصل معنا على الواتساب والحق احجز معادك قبل ما المواعيد تكتمل وفي الأخير يا شباب أتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما ترجع للونلاين احنا بنحاول بأمر الله ننزل المحتوى كامل نحاول نحل كل الامتحانات حلينا كل الاختبارات التراكمية فما تبخلوش معدينا بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب شير في كل مكان عشان القناة تنتشر وتكبر كومنتاتكم اللي جابية صدقوني بتبقى دافع كبير لنا عشان نكمل وفي الأخير يا شباب دعواتكم عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنة عن قبلها واتمنى لكم في الأخير كل التوفيق شكرا والسلام الله عليكم